رئيس الجمهورية في خطاباته أكثر من مرة وتقريبا في كل خطاب بصفة متويترا يحكي على أنه فم أشخاص تبيع ضمائرها إلى الخارج فم أشخاص تعمل في اتصال مع الخارج وخاصة الخطاب الأخير في مجلس الوزراء مجلس الوزاري نهار الخميس البارح رئيس الجمهورية يحكي بكل وضوح على أنهم عادوا من جديد إلى الاتصال بجهة أجنبية وبالخارج ومن يظن أنه رئيس الجمهورية مجرد كلم يحكي فيه فهو مخطئ الرئيس على علم بكل التفاصيل وعلى علم بكل الأمور بكل الاتصالات بكل الرسائل بكل العلاقات اللي قاعدة يستغلوا فيها من أجل أنهم يعني يضغطوا على رئيس الجمهورية قيس سعيد البرح رئيس الجمهورية جاءوا بالنس الكل وقال أنه لن يهدأ له بال إلا إذا تم تطغير البلاد بمعنى أنه راهو ما هوش بش يتراجع بالكل وما هوش بش يحيد على المبادئ والشعارات اللي رفعهم في 25 جوليا هذا كين واضح طبعا رئيس الجمهورية كينزيدا قال يرتمون هذي البرح يرتمون في أحضان عدد من القوى الخارجية وبعد ذلك يقولون إنما يعملون من أجل تحقيق السيادة الوطنية يعني أنت متنجمش تحكي على السيادة الوطنية وقت لي أنت مشيت ولجأت إلى أطراف أجنبية بش تجي وتضغط على رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم معلومات صادمة بخصوص هذا الموضوع وبش يتأكد كلم رئيس الجمهورية يمكن برشانيس وحتى من أنصار رئيس الجمهورية يقول لك يزينم الكلام نحبه أحنا نعرفه شكونهم العبيدة دوما المؤكد هو إنه الرئيس ما ينطقه على الهواء رئيسه عنده كل المعلومات وعنده المخابرات وعنده الدنيا الكل يعني يعرف هذه حاجة أولا ولكن الإجراءات هي المتأخرة ممكن حتى الأنصار متقلقين من ناحية هذه ولكن طبعا رأوا الأمور تستوجب يعني يكون فيما أدلة يكون فيما وثائق يكون فيما ملفات يعني تتخدم كاملة اليوم نحكيه على 51 شخصية أمريكية 51 شخصية أمريكية قادة تضغط على رئيس الجمهورية وتطالب وتطلب من الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يضغط على رئيس الجمهورية للعودة إلى الديمقراطية طبعا هذي هالعشرات الشخصية الأمريكية بتنسيق مع أطراف تونسية وهذا اللي قاله قيس سعيد بأنهم يرتمون في أحضان الخارج وفي أحضان القوى الأجنبية هذوما ناسر الوحدة وخمسين هذوما دبلوماسيين أكاديميين أمريكيين في رسالة توجه بها رسميا إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن من أجل الضغط ممارسة الضغوط على رئيس الجمهورية تونسية قيس سعيد لإعادة تونس إلى الحكم الديمقراطي طبعا هذي الشعارات تمتع الحكم الديمقراطي وديمقراطية يعني شعارات يتم التلعب بها المراسلة هذه وقعها واحد وخمسين سفير سابق وأكاديمي وسيسي أمريكي تم توجيهها للرئيس الأمريكي جو بايدن وتم نشرها على موقع مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط على الأنترنت الخميس البارح يعني الناس الكل إذا كانت تحبوا تزيدوا تتوسعوا في الوثيقة هذه وتتأكدوا منها تدخلوا على موقع مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط حطوا قيس سعيد ولا واحدة وخمسين شخصية أمريكية تطالب بايدن بالضغط على سعيد يطلع لكم معناها رسالة كاملة بخصوص هذا الموضوع شنواجه فيها الرسالة ذي بش نعطيكم فكرة عليها حرفيا كما يلي لسوء الحظ نخشى أن يكون غياب رد فعل أمريكي قوي على هجوم سعيد على الديمقراطية قد شجعه على المضي قدما في طريقه المدمر يعني اللي ماشي فيه قيس سعيد طريق مدمر للديمقراطية في تونس وهما عبروا على خشيتهم من أنه الرد الأمريكي لو كان جاء رد أمريكي قوي وحازم وفما عقوبات وفما معناها كما نقولوا تدخلت أقوى من هكا راه قيس سعيد ما تشجعش وراه اتراجع على المسار اللي هو فيه كما يقولوا هما يطالب الناس اللي وقعت هالشخصية هذوما يطالبوا إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالضغط على الرئيس التونسي قيس سعيد من أجل اتخاذ خطوات ملموسة لإعادة تونس إلى الحكم الديمقراطي وأوصوا هكا كاتبين كما نوصي بأن توفر إدارتكم الدعم الاقتصادي الإضافي لتونس فقط عند استكمال تلك الخطوات يعني فرض عقوبة اقتصادية على تونس يعني ياجو بايدن وقف المساعدات الأمريكية والتمويلات والقروض والدنيا كلها والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي إلا إذا كان قيس سعيد استجاب للخطوات هذي وقتها ما يسيلش يعني أعطيه وبزيد أعطيه المساعدات وبزيد يعني الضغوط هذا الناس هذوما يشدوا على ضرورة العودة سريعة لهيئة تشريعية منتخبة البرلمان وإعادة الهيئات المستقلة كما المجلس الأعلى للقضاء دونك انتوما يظهر لي كيف نربطو الأحداث ببعضها عودة البرلمان التونسي شكون يرفع هذه الشعارات شكون اللي يلتج إلى الخارج من أجل الضغط ويستعمل المعارف متاعه والشخصيات والدنيا كلها اللي يعرفها من أجل مرسلتها الشخصيات الأمريكيين هذوما رسالة للرئيس جو بايدن بيش يضغطوا على قيس سعيد ويقولولو اسمعني رك أنت تتحمل مسؤولية لقطرك أنت ما ضغطتش عليه بالقداء قيس سعيد ولو كان ضغط عليه مليح وإذا تحبوا يرجع للثنية قص عليه المساعدات ورجعهم لوقت لي يجي للثنية رجع له وعطيه معناها بزيت وكون وافير معه يعني الجنب الاقتصادي هما اللي يحبوا يضغطوا به على رئيس الجمهورية قيس سعيد طالبوا المجموعة هذوما بالعودة السريعة لهيئة تشريعية منتخبة اللي هي البرلمان تتفكروا مؤخرا شكون اللي طالب بعودة البرلمان مش طالب اللي قال البرلمان سيعود أحب من أحب وكره من كره واضح على خاطر زادة الكلمة هذي مهيش من فراخ لأنه يعرفوا الناس هذوما انه فما معناها مجموعة من القوى هالسفراء هذوما وهالأكاديميين وهالسياسيين هذوما اللي بشي تحركوا من أجل الدفع لعودة البرلمان بين الظفرين أحب من أحب وكره من كره طالبوا زادة بإعادة الهيئة المستقلة الهيئة الوطنية لمكافحة الفاسيط المجلس الأعلى للقضاء زادة طالبوا زادة بحماية التعددية السياسية يعني الأحزاب إلى غير ذلك وحرية التعبير وحرية التعبير اللي أصبحت مهددة حسب نص هذه الرسالة الناس هذوما الوحدة وخمسين شخصية ذوما دعاوا في المراسل متعهم رئيس الجمهورية قيس السعيد إلى أنه يقدم خطة جادة لمعالجة الأزمة الاقتصادية وعدم تهديد الحقوق والحريات بإنهاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية يعني كل شيء بالتفصيل الممل وهذا اللي قال قيس السعيد إنهم يرتمون في أحضان القوى الأجنبية وبعد يحكيوا على السيادة الوطنية كل شيء بالتفاصيل المتاع به من أبرز الموقعين على المراسلة هذه سفراء الولايات المتحدة السابقين في تونس جيكواليس شد من 2012 إلى 2015 من 2012 إلى 2015 خطر مهم تعرفوا وقتيش فترة حكم شكون بعد شد روبين رافيل من عام 1998 حتى العام 2000 جون مكارثي من عام 1991 إلى عام 1994 وسفيرها السابق في الجزائر كاميرون هيوم ومدير وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية مارك لاجون وعضو الكونغرس الأمريكي السابق كارل جيرشمان والأكاديمي بجماعة جورجتاون في واشنطن هو جون إزبوزيط إزبوزيط إزبوزيط